السيدة المشاهدين سلام عليكم في موعد جديد من بودكاست زون ميكس اليوم ريف جديد معنا في كيمة كل أسبوع تعودوا به ريفنا اليوم مثيل جدل برشا كلام عليه خاصة في الأسبوع الأخير والكلام ما يوقفش لكن في الأسبوع الأخير كأنه زادت واتيرة الوحدة اسمه تجبد في أكثر من منبر أعليمي على هذك سعيد جدا باستقبال عبد كريم العبدي مرحبا يسي عبد كريم أهلا وسهلا مرحبا بك تحية لك تحية لسدها للمستمعين والمشاهدين الكرام كيفية الأمور والآن نحسها سانك 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 مانيش غالت كي قلت مثير الجدل ما ينكر مركزش معاك في ذلك وذي وجهة نظرها متاعك نحترمها بي خل ابدأ أول سؤال عندك شي تحفر من بعض الأسلة ما تحبش نحكي فيهم مواضيع ولا ليه معقول يريد ما تسنيش على تسنيش أسلة تقليدية سني أسلة معناها مش تقليدية ومش بسيطة بي غالي وطلع والخيص أول سؤال سؤال تقليدي هولا ما حالا واندي طلبت أسألة تقليدية عادي عادي لا يقدر كان ممكن لكن مهم مهم باش لعبات تعرف شكونوا عبد الكريم العابدي خاطرني أنا عملت رشير شوية وانا نلقى صحافي وانا نلقى مسؤول وانا نلقى وكيل لعبين شكونوا عبد الكريم العابدي عبد الكريم العابدي معناها في أعلم السبور معناها أنا أقديم عندي خبرة بسيطة تقريب بنا متاع أربعين سناء إذا مش أكثر شوية معناها في جميع المجالات مغروم بلعبة كورت القدم أنا في بداياتي غطيت نشاط كورت اليد في الشروق بديت في دال لانوار في كاتر فانويت وبعد كي بي عام ثمانية وثمانين وبديت اثنين وتسعين واحد وتسعين بديت معناها بديت من لو الهاوي حتى في الخلاص والواحد معناها صغير ولكن استفدت من جريد لانوار لأني جريدة كانت أسبوعية وتعطيني الوقت خاصة أنا موظف يعني باش أتعلمت طب يانسور قريت البارشا معناها كتاب كبارة وانسا وخاصة أنا ثقافتي راي معصرية مغروم بالمصار وانا وفرنس فوتبول وليكيب كنت أضم مغروم بها من بارشا بشوية بشوية معناها وخدمت معناها اللي عملت الكورت اليد كتبت على كورت اليد كورت السلة ضمع معناها لفترات مش قصيرة وثم وشريت مسؤول في ندي الإفريقي في سنة خمزين خانجيك يمكن هذا بيت القصير سنة خمسة وثمانية وستة وثمانية في كورت السلة كنت مسؤول على الشباب خدمت مسؤول في الكريب خدمت مسؤول في الكريب أفريكا والكارت المتاعي نزلت نحتفظ بها ثم يعني تدرجت بشوية بشوية بعد وليت تعملت اختصاص كورت القدام لأنني ما عايش النجم أنا قد حكم أنا موظف في حد البنوك يعني ما نجمش نتلهاب الأخرين الفوتبول بالمعارف بالوقت بالعلاقات علش لايه الناس اللي كنت أنا نتبع فيهم ونكتب عليهم كبروا سواء ملعبية سواء مسؤولين ولو رؤساء سواء ملعبية ولو مسؤولين ولو رؤساء سواء حكام كنت نشوفهم ولو مسؤولين ستجربة بش نكتب بالتجربة بش نكبر بالتجربة وبالسنين من 88 حتى 2016 حتى 2016 علش خرجت مسؤول خرجت في خلاف مع خلينا نقول لك السعيدة الساسي قلت سعيدة الساسي سعيدة للعامري عفوا يعني خلاف مادي ويعرفوه كل في اجتماع حاضرين فيه الكل يعني طلبت زيادة معناها الحقيقة كنت ناخد في مبلغ معين بعد ثورة تعرف الجرائي التاح ومعانش يتبيعوا برشا احنا زادونا الموقع الرسمي والسيت الموقع الرسمي وال زادوا الموقع الرسمي وزادوا الفيديوهات أنا ما قبلتش باش نحب بذوكم كي باش نزيدني خدمة زيدني فلوس معناها ما سيصير الخلاف على الفلوس طلبت بزيادة لأن الخدمة زادت فهمني قال خاطر برشا كلمات وقت عليك عطر برشا كلمات عليك فإنه فضل في الشروق يتخلى عليك هذا قدر الكبار مش نتكلم بشوي غرور معنيش متواضع احنا لا حاضرين المسؤولين في الإدارة الكل وأنا خرارتيك اللي عطيته النهار 26 سبتمبر بشيحب 27 سبتمبر ما هبطوليش خاطر اختلفنا على الزيادة كنت مطالب زيادة ومش مرة ولا اثنين وفي حضور كل المسؤولين على رؤساء التحرير والناس كل وعادي أنا مانيش يعني ومشيت لا لا يقولوا دي حب عادي تخدم في بانكة زيدة بطبع بدأت من هنا استفادتك ذهالي من المسؤولين والعباد الكبار عزوز لاصر ما هو اللي كان سباب في دخولك للبانكة لا فريد مختار فريد مختار أنا أولا دخلت في شركة تونيسيل لصناعة الحليب ستيل خدمت من اثنين وثمانين ستة وثمانين نعطيك حاجة اخرى مثل ثلاثة وثمانين مشيت عديد الواجب الوطني لجيش المتاعي عديد الجيش وأنا ناخد في صالير متاعي حتي كنت عديد الجيش نتعدى ناخد صالير متاعي فريد مختار ما هو مش سعزوز نعرفه مليحه معناها يقال انه حسن بعي وهو توسط لك يستحيل لا يستحيل حسن مزيد ما كملت السؤيل خنكمل السؤيل خنكمل السؤيل بقى فقط بعد جوابني يقال انه هو توسط لك وبعد درت عليه والشي ذي خليه يدرشش برش حتى بعثك شكول البانكة قلقك حسن بعيو حسن هو لان زوجه تخدم معنا وحسن يخدم معنا وحسن صديق هذا يؤكد ريوين انه هو توسط لك معنا عنده علاقات في البانكة لا اسمع انا قد كنت في ستيل خدمت من اثنين وثمانين لستة وثمانين تسمع اللي دخلت معاه هو فريد مختار رئيس النادل الفريقي عندي خالي كان يخدم في ستيل هو اللي معناها اللي معناها دخلني فريد مختار في ستة وثمانين ستة وثمانين بعد فوز للنادل الفريقي ضد محيط قرقنا في المنزل ثلاثة واحد قابلت مع سي فريد اللي هو ما عادش معنا مشال البنك 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 الوطني للتنمية الفلاحية البنك ناشونال القيته حكينا شوية نهار الاثنين ابعث لي قلت القليش نوا قلت لها سهرية متاع ستيلة ضعيفة ابعث لي الشوفير متاعه وجاني لستيل حزني مشيت نخدم من ستة وثمانين جان في تريد جان في كاتر فان سيس ادخلت لل احسن علاقتي به ممتازة توت ناج متسجر مزال الحي يرزق ونوجهه له تحية ابعثتك شخص كل البنك استحالة كيفش ابعث لي هو احسن احسن بعايو زوجته تخدم معنا هو يخدم في ستيل مخدمش في البنك حسن تسمع فيه حسن عمرو ما كان موظف في البنك ايه ما قلتكش يخدم في البنك ايه قلتك بعضك اشهر باي مسيرتك اعلاميا مهنيا رياضيا يلفها برشا غموظ برشا اسرار كواليس كيفاش تفسروا هيرا لو كانت احكياننا انت زادة من البداية لنهاية انا نقول لك اهلا انا اشوف عندي عندي بحكم قتلك الخبرة حكم وقت القتلك اه معناها انا صحافة خدمتها هاوي بديتها هاوي بعقلية محترف انا وقتل مثلا نكتب في خلينا ما نقولش اكبر جريدة نكتب في شروق اللي هي اكثر جريدة كانت تتباع اه مثلا الارشيف موجود تقريبا جريدة اسبوعية جريدة يومية ونحكي على شروق خلينا ننسيه الانوار وتقريبا يعني على اربع اخمس مرات في الاسبوع المقالات متاعي طهبت في الصفحة الاولى في الهيون اه بحكم الامفرادات مثلا نجم حتى نقول لك على خاصة ما يخص النادي الفريقي خاصة ما يخص النادي الفريقي بحكم العلاقة باللعبين بحكم العلاقة بالمسؤولين بحكم كنقولك مسؤولين معناها مسؤولين من اعلى مستوى مع الخبرة بشوية بشوية بيانسيولي المعلومة تبدأ عندي معطي انت فاعل تعمل تستيخو ديسيزيون معطي تفديد ديسيزيون النادي مش ككا صنع المعلوم مش معناها مش قولك صنع المعلوم مثلا انا نجي ساعات نقترح في حاجة مثلا لعب معين على بعض المسؤولين مش دورك هذا كساحة لا دوري وقتل هو نحكيه انا صديق انا وياك انا وياك اصدقاء ونخد مع بعضنا ونتقابله تقول ياري بش نعمله بش نبدله ولا نخمه ولا بش نعمله ونحكيه انا نعطي راي بحكم ما فيش نوع متسامسير هده ما ليه كل واحد الحر اللي يقول سامسير حر فمه مقابل لا ما فمهاش بلاش مقابل مش سحيل كان فمه كان خذيت حاجة من النادي الفريقي اي واحد يخرج يقول اعمري مخذيت فلوس من النادي الفريقي يا عمري مخذيت فلوس تانجيو الموضوع ايه قد كنادي الفريقي واضح نجيبوك بيه اسمك كان يدور في السر قبل البرشة لكن اصبوها